بدأت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة مصر الدولية قافلة طبية للكشف على الأسنان في قرية أبو حمر بمحافظة الغربية واستقبلت إحدى المدارس بالقرية القافلة بتجهيزات طبية كاملة ومتوطوعين من المؤسسة لتقديم الخدمات بسهولة ويسر للمواطنين تواصل مؤسسة حياة كريمة دورها الهادف للمساهمة في تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم والتدخل السريع طويل المدى لمساندة كل مصري ومصرية من الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات وقرى مصر في كافة مناحي الحياة في هذا الإطار نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة مصر الدولية قافلة طبية للكشف على الأسنان بإحدى قرى مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية نحن نشاط الضوبي بيعمل حكتين أسنين بيعمل توعية عن أهمية الحفاظ على صحة السم والأسنان وبيعمل خوافل الطبية لعلاج الأسنان بالمجان تماماً تفاصلات كثيرة منها الجراحة والأطفال وتنظيف اللاتة وحشو العصب وحشو عادي القافلة الطبية يتم تنظيمها بالتعاون مع أنشطة القوافل الطبية بجامعة مصر الدولية على مدار يومين وتستهدف الكشف على أهالي القرية ممن يعانون مشاكل صحية في الأسنان إحنا عرفنا أن كان في قافلة حياة كريمة طبعاً بالمجان خدمة على أعلى مستوى من شاء الله طبعاً كان بيعاني بألم في درسه فأنا طبعاً جينا علشان نشوف إيه الحالة بتاعته نشخص حالته فقال لك أنه يعني فيه حشو وفيه خلا يعني من شاء الله يعني ده خطر على أعلى مستوى خدمة من شاء الله عرفت أن النهاردة فيه قافلة طبية أسنان بتباحة حياة كريمة والعلاق والكشف مجاني وكده فأولت أجي يعني كده نكشفه كأن كنت عندي درسه وجاني وبيتكشفت هنا وعملت حشو عرفت أن القافلة هنا مبارح والنهاردة وجيت عملوا لي حشو وعملوا تنظيف وبصراحة يشكروا الناس يعني فوق دماغنا بصراحة ولضمان تقديم خدماتها بسهولة ويسرى تم الاستعداد الجيد لتنظيم القافلة من خلال تجهيز إحدى مدارس القرية لاستقبال القافلة من قبل متطوع مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع طباء الأسنان بالقافلة مع توفير كافة الأجهزة الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين حياة كريمة ما بخلتش بأولادها وجد عنها أنهم يقفوا معهم مع الدكاترة ينظموا من الناس كانت قافلة ممتازة من البارح والنهاردة إحنا معاهم قافلة الأسنان دي أول قافلة تنزل محافظة غربية ما نزلتش قبل كده اللي فيه قافلة نزلت تخصص الأسنان فقط يمكن لأول مرة المؤسسة حياة كريمة تنسك أو تنسك تعمل قافلة الأسنان بس تخصص الأسنان فقط وهكذا تواصل مؤسسة حياة كريمة تقديم خدماتها للمواطنين الأكثر احتياجاً مع العمل على توفير كافة أوجه الرعاية لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما شهدت قرية الكاشف التابعة على مركز الزرقى بمعنى الدميات تنظيم قافلة طبية شاملة وذلك ضمن جود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل خدمات للمواطنين وشملت القافلة التوقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال إحدى عشرة عيادة تخصصية بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحليل معملية وأشياء عادية وسنارة كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعاً من الأدوية النهاردة في القافلة معنا 11 عيادة تخصصية كل عيادة بيكون فيها الطبيب الموجود طبيب أقصائي والشاري بالإضافة إلى فريق طبي على أعلى مستوى من التمريد والسيادلة والإداريين والفنيين كلهم هدفهم أن يقدموا خدمة متميزة للمريض معنا تخصصية طبيعة مختلفة زي البطنة الأطفال العزام الرمض الجلدية الأنف والأذن النساء تنظيم الأسرة كل الخدمات مجانية جيت أنا النهاردة كشفت أنف وزن وحنجرة الحمد لله اتلقيت المعاملة أحسن معاملة والطاكم الطبي بيعامل المرضى أحسن معاملة والكشف بالمجان ودخلنا الصيدلية أخذنا العلاج بالمجان ترجمة نانسي قنقر